أما تصريحات أو لقطة اليوم بقى لقطة اليوم هي كانت دموع سالم الدسري اللي كانت بعد هذي المواجهة وبصراحة كلنا دمعنا معاه كلنا حزننا معاه كلنا حزننا مع هذي الدموع حرام والله يا حرام المنتخب السعودي ما يسعد لدوري 16 والله يا حرام يعني بعد ما كذبوا الأرجنتين اللي تصدرت المجموعة في النهاية أقوى منتخب في المجموعة طبيعي تسعد طبيعي ما يكونش الانتصار بتاع المنتخب الأرجنتين انتصار استثنائي زي ما كنت باتكلم مع حضراتكم من بارح احنا متعودين على انتصارات استثنائية لازم تكون القاعدة كسبت الأرجنتين ده معناه اللي انت هتخش مباراة بولندا ومباراة المكسيكو وانت الأكوى وانت الأفضل وانت اللي تكسب المباراة دي بسهولة طبيعي لما تكسب الأرجنتين يبقى خدت تسع نقط ليه ده ما بيحصلش على طول حرام احباط كبير جدا رغم رغم ان احنا مبسوطين وفخورين بالأداء اللي عملوا المنتخب السعودي في البطولة بالأداء اللي عملوا المنتخب التونسي في البطولة الزعل عشان احنا كنا قريبين اقول لك حاجة المنتخب الكطري ما عملش بطولة كبيرة خسر التلات مباراة ومن أول مباراة واضح انه يعني أول مشاركة في المنديال والأداء لسه وما عندوش خبرات المشاركة في البطولة الكبيرة دي فالمنتخب الكطري لما خرج يعني ما حسناش بأحباط كان مطاق خلاص واضح من أول شوت في المنديال ان المنتخب الكطري مش داخل البطولة جاهز مياه في المياه الأحباط جاي من المنتخب التونسي والمنتخب السعودي وان شاء الله بكرا المنتخب المغربي يشرفنا ويساعدنا ترجمة نانسي قنقر